الخارجية البحرينية توجه مذكرة احتجاج إلى نظيرتها القطرية والسبب برنامج خارج النص الذي عرضته قناة الجزيرة القطرية قبل أيام الاحتجاج سببه مضمون الحلقة التي تحدثت عن تعرض معارضين بحرينيين للتعذيب في سجون البحرين خارجية المنام أعربت عن استنكارها لمحتواه البرنامج من معلومات كاذبة والدعاءات باطلة من قبل محردين معجورين تعلم قطر أنهم يتلقون أوامرهم من جهات معادية للبحرين ولدول مجلس التعاون الخالجي وفق البيان البحريني خارجية البحرين أعربت في الوقت نفسه عن الاستياء من تعامل خفر السواحل القطرية مع الصيادين البحرينيين باعتبارها معاملة غير إنسانية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان واختتم البيان باعتبار الحدثين متنافيين معروح ومبادئ بيان قمة العلا ففي القمة التي استضافتها المدينة السعودية الأثارية طويت صبحة الخلاف الخليجي مع قطر وتم إعلان استئناف العلاقات مع الدوحة لكن هذا التطور الدبلوماسي وربط المنام برنامجا تلفزيونيا ببيان قمة العلا يبدو كمؤشر على إمكانية نقضها لمضمون الاتفاق الذي تم برعاية أمريكية رفيعة المستوى ففيما استعادت السعودية العلاقة الدبلوماسية مع قطر لا تزال علاقة الأخيرة مع كل من البحرين والإمارات فاترة التبادل التجاري لم يعد إلى ما كان عليه قبل مقاطعة الدوحة ولم يستأنف تبادل السفراء فهل تشعر المنام بغبن لموافقته على المصالحة في العلا وتظهر هذا الضيق إلى العلن بشكل دبلوماسي وهل تحمل هذه الرسالة الاحتجاجية إشارات زعزعة الاتفاق وما قد ينجم عن ذلك من تابعات سياسية واقتصادية وأمنية في منطقة الخليج